اهلا بالمتتابعات ديالي الوافيات رمضان كريم وشرا مبروكا في هذا الفيديو سنقدم لكم سلو رجيم العام اللي فات كنت درته بدقيق القمح الكامل هذا العام سنبدروه بدقيق شوفان كي يجيل ديد ورائع جدا ايضا صحي كيف ماشتو هنايا عندي ديجا شوفان درته في واحدة سانية لانا هنايا غادي نحتاج في المكونات يعني سبحال سلو العادي تقريبا غير هو ما غاديش ندير فيه سكار غادي نحتاج جلجلان للوز حبة حلاوة شوية القرفة لعسل الحرة زرية الكتان هنايا نافع كيف ماشتو اللي تهوى نقيتو غسلتو نشفتو من قبل وصافي يعني ندير واحدة الكمية اللي انا كتكفيني واللي حيتاش انا الوحيدة اللي متبعالة ديت يعني الظروف صحية كنحاول انني نتفادى اي حاجة مدرة بالمسارن فهنايا اول حاجة انا قررت انني غادي ندير اغلب يد المكونات في الفرن وغادي ندير ذاك اللوز اللي بخاليني تهو غادي نحمرو فالفران دخلتو ديجا هو السانية ديال شوفان غادي ندير جلجلان تهوى غادي تحمرها جلجلان شريتو ديجا منقي باش تنقص على راسي الخدمة خاصني غير نحمرو هنا عندي زريعت الكتان اللي غادي ندخلها غير شوية هي ما خطاش تحمر بساف ما عرفتش هاد المعلومة ما عرفتش وشتنتو ما قريتوها ولكن تيقولك اللي تحمر بساف ما تيبقاش صحي هنا يا وعلى ما غادي دوك المكونات كلهم درتهم في الفران على ما غادي تحمرو هنا غادي ندير اللوز ديالي كيتسلق سوف نتحن هذه المكونات اللي سهلين المعلقة دي اللي حبت حلاوة سوف نتحنها و سوف نتحن أيضا النافع بالنسبة لبنات كيف جتني هذه الفكرة دي اللي أنا ندرس له بالشوفان الشوفان كتعرفوا أنه في كل 100 جرام فيها 14 جرام دي اللي بخوتين وفيه يعني الألياف والمعادين والفيتامينات يعني معروف خصوصا الناس اللي كديروا الرياضة فمزيلا لهم ناس اللي عندهم المشكلة دي اللي القولون العصابي متاهوة مزيلا لهم وهناي أنا كان نحاول يعني دابان يعني كتعرفوا دابات قريبا يعني قربت للمدة عام أنا متبعالا ديت دي اللي وليت دابا بحلا كان بغي ندير ناكل كل شي ولكن بطريقة صحية يعني ناكل أطباق مغربية ما نبقاش ناكل غير نفس الحاجة ولكن أي غسات كان حاول نديرها بطريقة صحية فالعملي فات كنت درت اسلله بالقمح الكامل وكنجل ديد غير هو كنت درت فيه سكار والعسل هاد العام ما غديش ندير فيه سكار غلاسي غادي ندير فيه غير العسل الحرة وإن شاء الله أنا متأكدة غادي يجي ديد لأن هاد العسل دي جا اختاروا شيء سليل كتعجبكم الوقود ديالها هنا غادي ندير شوية ديال القرفة قريبا قياس نسمع القاس صغيرة ديال القرفة ديالها هنا رما درت شئون قانتي دا كبيرة درت غير شوية دكشي اللي غادي قدني باش من ضيعوش هنا ايضا غدي نتحن حبة ديال القوزة اللي كز عطي واحد المداقل ديت جيتان لسلله واما مطان باش كنربح الوقت مقابل الفران يعني كل مرة كنحرك هذوك المكونات كاملين كنخرجهم وكنحركهم باش ما يتحرقوش ليه وباش يتحمرو جميع الجوانب هنا يارا ديجا وجد ليه اللوز باش كنعرفوه جد بحالك دا خاص وضروري يتهرس لينا دغية دغية وكنقلي هذيك نصف الكيمية ديال اللوز انا عارفة يعني ماشي صحية ولكن انا كيعجبني اللوز مقليف سلله صافي من بعد ما وجد المكونات ديالي تقريبا كاملين هنا كيف مشتو اللون ديال شوفان رائع جدا منك يتحمر وكيجي حرش شوية هو الدقيق دياله ماشي بحال الدقيق الابيض هذا كيجي شوية حرش وتافل ما داق ما نقولش ليكم كيجي لديد بزاف هو ديجا راه اللون دياله اسفر فدك الشي لاش معد بنيش من اللي يجيت نحمرو ماشي بحال الدقيق الابيض كياخد الوقت باش كيتحمر شوفان دغية دغية تحمر لي لان ديجا على باس اللون دياله ماشي بياد اسفر سافي غادين هنايا كيف ماشتو غربلتو باش كنحيد منو داق الحبيبات و سافي من بعد غادين بدا نزيد المكونات ديالي اللي وجيتهم كيف ماشتو من بعد ما تحمر لي جلجلان قبط نصف تحنتو نصف خليتو هنا هاد المكونات كاملين حبت حلاوة النافع القوزة القرفاء و شوية ديال الملحة ما تنسوش ديك شوية ديال الملحة باش سلو ما كيجيش باسل سافيك نزيد هذه الكمية ديالي ديال الجلجلان الجلجلان اللي حاولته ونحمره مزيان باش تعجبني انا دك سلو ما يجيش اللون دياله بيض كيجيش اللون دياله بحل شوكولة كيجيزوين هاد اللوز اللي بخالينا اللي تحنتو بالقشرة دياله هادك شوية ديال اللوز اللي قليتو تحنتو بزيان وخليتو شي لوزات خليتهم ما تحنتهم انا كيجيش بني هادك سلو اللي بحالي كانت تقدير ماما هادي شحال اني ماشي بحال امله وكيبان في هالمقادير هادك شوية اللي كيجيبني انتم عندكم الختيار هنيا باش غادين جمعات اللو غادين دير هنيا خمسمائة ميليليليتر ديال زيت الزيتون هادي بخسون افخوا يعني نغة فيني وفيرج بدون ملح مهم هاد زيت الزيتون اللي صحية ولي كتعجبني وما كتكونش فيها الريحة اوصافي هنا يا ودرت العسل الحرة للاسف هاد الانا عدبني بساف من يجيت نخلط لان انا حسب ليه كافيني لان الكيمية ماشي كبيرة ولكن ماشي بخاتي كميليجيت نخلط عدبني بساف ولكن مهم كملت العملية هنيا يبقيت كان زيت زيتون كان يمكليين وقف غير هنيا ديجا كان ميت دم ولكن انا كيعجبني اسللو مايكونش ناشف كيعجبني كون فريمان فيه الدهون هنيا تفاديت انا نستعمل الزبدة وخب الزبدة كي يجي لديه ولكن تفاديتها لانا ضغياتي يخسر انا بالنسبة ليه ممكنش حاجة فيها زبدة تبقى بساف وخام مدرتش قانتية كبيرة مهم حاولت انني ندير ما امكان سللو صحي صافي هنا يا بعد ما كملت هديك الكيمية ديال الزيتون شتو اللون ديالو كي يجي رائع جدا وحتى الماطق غي يجربوه كي يجي لديد بشوفان انا كنعرف انه بساف ديال الليبنات غادي تخوفو انه ميجربوه سغطو مهم يعني كلي ما كيقدرش يجرب اي حاجة سغطو فهاد الزيت تخاديسونيل ولكن غير جربوها راكي يجي رائع جدا وشتو شكل ديالو هنا يبحل شوكولا كنتمنى ان هاد الزيت تجربوها وان شاء الله تنال اعجاب ديالكم واشكركم على المشاهد